النعم النعم يلي بقولها لالله هي نعم مرتبطة بالفقر الإنجلي شو يعني الفقر الإنجلي؟ وليش النعم اللي بقولها لالله بده تودي حكماً لهيدا الفقر الإنجلي؟ طبعاً وقتل بحكي عن الفقر متل ما بيفهموا الإنجيل ما عم بحكي عن التعتير ما عم بحكي عن الشحادة ما عم بحكي عن أنك تنام جعان بلا أكل يا ما في ناس عم يناموا جعانين وبدون أكل وما عندهم الفقر الإنجلي ويا ما في ناس مرتحين إلى حد ما أو مرتحين كتير وعندهم فعلاً الفقر الإنجلي الفقر الإنجلي هو قبل كل شيء أن تعترف أنك لست الله أنت مش الله وبالتالي أنت لا تملك شيئاً شو الخطيجة؟ الخطيجة بكل بساطة هي أنك تقرر مطرح الله شو اللي بيصوى وشو اللي ما بيصوى شو اللي منيح وشو مش منيح شو بيحق اللي وشو ما بيحق اللي هاي الخطيجة يعني الخطيجة أنك تقل له له الله زي عجناب أنا الله أنا بعرف مش ناطر منك شيء وكيف بتدعي أنك عم بتقول له الله نعم؟ ما طبعاً الخطيجة هي عم بتقول له له الله لأ مش بس لأ ما بدي مشروعك لأ مش أنت الله أنا الله فأول شغلة بالفقر الإنجلي تعترف بأنك مخلوق بأنك إنسان وبالتالي بأنك محدود بأنك سريع العطب وبأن كل ما لك ليس منك بل من الذي خلقك وبهذا المعنى أنت فقير أنت عم بتعيش من العطاية التي أغدقها الله عليك أنت وقت اللي بتصير تقبل كل شيء كعطية بتكون عم بتعيش الفقر الإنجلي بس أنت وقت اللي بتصير تفتكر أن كل شيء هو حقك وأنت عملته وما حدا خصه إلا أنت لا انتبه أنت ما قدرت تكون فنان مبدع مثلاً لو ما الله أعطاك هذا الإحساس ما قدرت تكون موسيقى لو ما الله أعطاك هالدين اللي بتلقط ما قدرت تكون رسام لو ما الله أعطاك هالعينين اللي بيعرفوا يشوفوا أبعد من المنظر من هيك انتبه أنت فيما أنت عليه ألفض فيه لما أعطاك الله حتى ذاتك أنت أنت ما كنت موجود لو ما الله يدعيك للوجود موجودك نعمة وجودك معطى إلك مش أنت عملته وحتى لو فرضنا ما بتأمن بالله موجودك هو فعل والديك مش فعلك بكل الأحوال هو نعمة فالفقر الإنجيلي هده هو أنك تعرف أنك مخلوق تعرف أنك محدود تعرف أنه كل ما هو لك هو من الله وبالتالي تعرف كثير منيح تتعامل مع الأشياء بأمانة وإذا قلت نعم للرب بذات الفعل اعترفت أنك مخلوق وأنك لست الرب وأنه هو الرب وانتبه يسوع بالإنجيل قال لا تعبد ربين الله والمال كثير صحيح بس كمان لا تعبد ربين الله وزيتك و الله معكم